وسهلا بالجميع في خبر عاجل وأكيد إذن نهاية نوردين التبوبية وإزحتها عن منصبه من اتحاد الشغل بهذه الطريقة إذن نفذ منتسبون إلى اتحاد المعارضة النقبية وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة باستقالة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة نوردين التبوبية وأجراء مؤتمرا انتخابه استثنائي وقال العضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل السابقا والنقابي بقطاع الصحة الحبيب جرجير أن هذه المطالب تأتي على إثر ما أعتبره تدهور وضع المنظمة الشغيرة وفقدانها المصدقية ووحدتها وهيبتها وأضف جرجير أن القيادة الحالية غير قادرة على القيام بدورها والدفاع عن العمال مشيرنا إلى أنهم قد طالبوا برحيلها منذ سنة 2020 ودع جرجير إلى تكوين لجنة مستقلة تضم كفاءات نقبية مهمتها الأعداد لمؤتمرا استثنائي من جهته قال المنسق الوطني للمعارضة النقبية الطيب بوعيشة أن المرحلة الحالية تقتضي رحيل المكتب التنفيذي ورحيل نوردين التبوبي وتشكيل هيئة مؤقتة من قيادات نقبية مؤقتة تتكون وفق شروطنا معينة تتولى مهمة تسيير الشأن النقبي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر 24 لاتحاد تبقى للقانون الأساسي المتبني أو المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017 إذن واعتبر بوعيشة أنه ما يحدث اليوم لا يليق بحج منظمة عريقة كاتحاد العام التونسي للشغل الذي قال أنه فقد ثقة الرأي العام النقبي والوطني والدولي مما جعلها غير قادر عن التعبئة الميدانية كما اعتبر أن الوضع آلت إليه المنظمة الشغيلة هو نتاج أهمال القيادة النقبية البيورقراطية لمطالب العمال الحقيقية وهو ما تسبب في سرعات داخل هياكل المنظمة وصلت إلى درجة العم في عدة حالات إذن نواف جويلة 2021 عقد الاتحاد مؤتمرا استثنائيا صادق فيه عن تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي الذي تم بمقتضاه فسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي الوطنية للترشح لأكثر من دورتين متتليتين ولجأ معارضون هذا التعديل إلى القضاء لحسم الخلافة إذن كان خبرنا لهذا اليوم شكرا للمتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر